رشا من المعروف أن التراث هو الذاكرة لأي شعب ولسيما التراث الفلسطيني أكبر شاهد على عظم التاريخ الشعب الفلسطيني وهو سلاح أيضا بوجه الممارسات العدو الصهيوني يعني محاولات اليوم كثيرة وفاشلة أيضا لنسبة هذا التراث لإلونيا رشا أكيد هادي وقتل منقول غزة منقول فلسطين منقول كوفية منقول مفتاح العودة طريق العودة وشبكة الصيد الموجودة على الكوفية منقول اللون الأبيض اللي بيرمز للسلام والصمود اللون الأسود اللي بيرمز للمقاومة أيضا اليوم نحكي عن تراث مرتبط ارتباط وثيق بالشعب الفلسطيني هذا التراث كان مادي وغير مادي هو جدا مهم واليوم هو واجب أي فلسطيني واجب أي عربي حر مؤمن بالقضية الفلسطينية حماية هذا التراث من السرقة شفنا كتير محاولات مو بس لطمس لنسب التراث الفلسطيني للاحتلال يوم رح نحكي أكتر عن أهمية التراث الفلسطيني نحكي أكتر عن مفهمه وكيف نحن اليوم قادرين نحمي هذا التراث وضيفنا على اليوم هو الأستاذ محمد خير اللبابيدي باحث في التراث وخبير في التنمية البشرية سعد صباحك أستاذ وأهلا وسهلا بحضرتك سعد صباحك أستاذ أهلا وسهلا سعد صباحك هادي طبعا ويسعد صباح مشاهدين أين باكر أستاذ يعني نحكي عن موضوع جدا مهم خلينا بداية نتعرف على أهمية الحفاظ على التراث الفلسطيني بصور القضية الفلسطينية طبعا التراث بشكل عام هو الهوية هو الشخصية هو الملامح يعني نحن مثلا بنعرف هايدي من ملامحها بنعرف راشا من ملامحها وبالتالي أيضا نحن كأمم بنعرف من ملامحنا لذلك إذا أردت أنك تحافظي على شخصيتك على هويتك لابد أنك تحافظي على ملامحك إذا في حال مثلا تعرضت الأمة لخطر الزوال لخطر الانهيار بيتم التأثير على هذه الملامح بتزور التراث التراث بشكل عام هو الجذر يلي بتغذى منه الفروع وبالتالي في حال ضرب هذا الجذر صف الفرع صراحة يعني كما تقول مشتت يبحث عن جذور أخرى فبتضيع هذه الهوية وبالتالي الآن نحن كأمة عربية كفلسطينيين الأخوة الفلسطينيين طبعا نحن بياهم واحد لا شك نقوم بشكل عام على الحفاظ على الهوية الفلسطينية على ملامح الهوية الفلسطينية على هذا الجذر يلي مرتبط بالأرض تعرفي أنه شد يعني ما يعني يؤلم الصهاينة هي أنه يطلع إنسان مثلا على الشاشة أو كذا وحاطت الكوفية الفلسطينية يعني حتى بالمؤتمرات حتى بالكذا يصيبهم بحالة من الهلع والذعر لأنه مثلما أنه كل ما ترسخ الجذر كل ما أويه الفعم واليوم لا نحافظ على هذا التراث إن كان بالعقود المضت للتراث الفلسطيني ويكون هو ذاكرة للأرجال القادمة ليقروا التاريخ الفلسطيني والذاكرة الفلسطيني والتراث الفلسطيني نحن بحاجة اليوم لتوثيق وهذا التوثيق هو مسؤولية كل المفكرين كل الأدباء الإعلاميين كل حدا من مكانه اليوم هو قادر يوثق لو قلنا نحكي اليوم آلية حفظ وتوثيق هذا التراث طبعا مثل ما قلنا نحن بنشتغل على جبهة مضادة لجبهة الكيام الصهيوني اللي عم يحاول هو أنه يضرب هذه التراثيات الفلسطينية يعني أول ما قام به الصهاينة مثلا هو تغيير اسم المدن تدمير معالمة محي معالمة الآن هم يعم يشتغلوا بشكل كبير على الهيكل المزعوم تحت المسجد الأقصى حتى يمحوا هذا الأثر العربي الإسلامي الفلسطيني الكبير اللي هو المسجد الأقصى ونحن شفنا الآن المقاومة أطلقت على هذه المعركة توفان الأقصى ونحن بصراحة هذا الدور دور هام جدا ولا يتعلق فقط بالشعب الفلسطيني هذا يتعلق طبعا بالعرب والمسلمين بشكل عام لدعم الأخوة الفلسطينيين بترسيخهم بهذه الأرض وتذكير العالم بأن هذه الأرض أرضهم من خلال التراثيات المادية والغير المادية يعني التراث المادي هو الأيقونات الفلسطينية المعالم الفلسطينية أسماء المدن الفلسطينية الخريطة الفلسطينية التأكيد على هذه المعالم وأيضا التراث المادي بدعم مثل ما نعمل بالإعلام السوري مشكورين طبعا نشوف نحن التراثيات الفلسطينية الأغاني الفلسطينية أغاني المقاومة المعالم الفلسطينية الزي الفلسطيني اللي عم نأكد عليه أنه هو فلسطيني لأنه شفتي أنت شركة العالي الصهيونية عم تلبس المضيفات الآن الزي الفلسطيني تنسبه إلون أنه يعني أنه هذا الزي إلون ونحن إلى حد كبير على فكرة نجحنا نجحنا شو الدليل؟ الدليل أنه طبعا ما قولت بن جوريون عندما قال وقامت طبعا الكيان المزعوم قال أنه الموجودين الآن الكبار سيموتون والصغار سينسون وإذ يعني يتفاجأ الآن العالم بأن اللي عم يقوم بالمقاومة هنه موليد بعد الألفين يعني لاحظوا الـ 48 ولاحظوا الـ 56 ولاحظوا الـ 67 ولاحظوا الـ 73 ورغم ذلك أنه أشد ثباتا هذا دليل إمام بالقضية والأحلقية طبعا وأشد مقاومة يعني مشكلة الكيان الصهيوني ما بيتعلم يعني الكيان الصهيوني كلما بيخد معركة أو بيغتال مثلا قادة بفكر أنه الشغل انتهت وإذن بيطلع القادة اللي بعد منهم هنه أشد صلابة من اللي كانوا قبل تمام حكينا عن عناصر التراص الفلسطيني المات دعيني نحكي عن اللا مادي أيضا طبعا اللا مادي العادات الفلسطينية الأهازيج الفلسطينية الأغاني الفلسطينية أنا كنت جاية يعني اليوم بالسيارة فحاضتيكي على أحد الإذاعات طبعا السورية مشكورة فحاضتين أغنياتها ظريفة طول طبعا هي ظريفة طول من التراث الفلسطيني وهي لقصة حلوة أنه أيام داب البريطاني بلشت تتشكل العصابات الصهيونية شتيرن و أرغون و حاولت أنه شو يعني تكره الفلسطينيين بأرضهم تعرضهم مثلا لهجمات معينة حتى يهاجروا و يغادروا هذه الأرض يعني يرحلوا منها فكان في شب فلسطيني يعني بالعشرينة هو قائد مقاومة قائد مجموعة مقاومة لكن كان مموه فكان شيء عند نجار هاي الشخصية كانت كتير كان طويل فارع الطول طبعا أسمر شعر أسود فكان محط إعجاب الصبايا كلها في هذه القرية طبعا هو لا تفكيره الآن لا بالزواج ولا كان هو تفكيره بالأرض و كيف هو عم يشتغل حتى يشتري البنادق لمجموعة المجاهدين اللي معه يعني فحبته بنت المختار و إجت أمه و خطبته يعني طبعا فهو ما بحسني إلا أنه أنا والله يعني يعني اليوم هون ما بعرف بكرة إذا بتم ولا ما بتم فصار إلا إلا أنا أفكر بالسفر أنا أفكر بالسفر حتى ابني حالي يعني هون الوضع صعب تمام و فعلا يعني بأحد المعارك استشهد واختفى فظنوا أنه سافر فقالت لأمه أنه يعني هاد الشاب والله سافر يعني و طلعت له الغنية تبع يا الظريف هي يا الظريف الطول يعني من طول العالم و ظريف زريف دماما يا الظريف الطول و أقف ده أقول لك تبعد على الغربة و بلادك أحسن لك أعيف يا الظريف تروح وتتملأ وتعاشر الغي وتنساني أنا فكان هذا التوراث أنا على فكرة هلا طلعت مياه أنا أسمحها والله بالسيارة فهذا التوراث الجميل على فكرة له دور كبير يمكن أقوى من دور الرصاص بالحفاظ على الهوية الفلسطينية والتعلق بالأرض الفلسطينية و قد اليوم يعني هذا التفصيل جدا مهم يعني اليوم في ناس كتير ما بتعرف قصة هاي الأغنية ما بتعرف أنه هي القصة و دائما من التوراث بيقولوا هو بتوثيق يعني كان الفن الشعبي هو رسالة يعني الأهازيج حتى الشعبية هي كانت تتوثق رسائل العالم شو كان عم بصير كانت تحمل رسالة للأجهال الجاية ذكرت هذا التفصيل خلينا نرجع هكي طمعانين أكتر بحضرتك اليوم بالتراث اللامادي يعني شو فينا نحكي كان بالأهازيج كان بالعادات الجدا مهمة عند الفلسطينيين الأغاني الشعر ذكرتك شو بتحمل اليوم لغزة طبعا يعني نحنا نشوف دائما إنه الشعب الفلسطيني الشعب غني مثل الشعب يعني كبقية الشعوب العربية وشعب بلاد الشام ولحنا بيئتنا صراحة خضرة فبتشوفي لحنا تراثنا لين تراثنا لطيف تراثنا ممتع هذا التراث طبعا بتشوفي مثلا الشعر اللي طلع منه شوفي محمود درويش مثلا كيف أثر بتأثير كبير مثلا بالتراث الفلسطيني والآن طبعا كلها نحنا عم نبث هذه يعني الأشعار كان شعر المقاومة المقاومة واللطف على فكرة بهذه الأشعار أنه نحنا نحنا عم نأكد من خلال أشعارنا من خلال أغانينا من خلال أهازيجنا من خلال عاداتنا أنه نحنا مو شعب حرب نحنا مو شعب دم لكن نحنا فرض علينا هذه الحرب حتى نحمي حالنا يعني اليوم كتير نحنا منقول مثلا أنه المقاومة في غزة طبعا اضطرت للقيام بهذا العمل طبعا مو محبة بالدماء هنا لأنه كانوا بصراحة الاستفزازات التي تعرضوا لها من الصهاينة تعرض المقدسات الفلسطينية للانتهاك التدمير اللي عم يصير الاعتقال اللي عم يصير الاغتيال اللي عم يصير دفعوا إلى هذه المقاومة وبتشوفي أنه القناعة الأساسية بهذه بنهج المقاومة بترجعي للتراث بتشوفي نحنا من عز الدين القسام هو سوري من جبلة قاد المقاومة في فلسطين وبالتالي نحنا دمنا واحد تراثنا واحد أصالتنا وحدة هدفنا واحد فبتشوفي الآن الفلسطينيين في سوريا في أردن ساعد السوريين على الحفاظ على التراث الفلسطيني وفيه شغلات مشتركة نحنا على فكرة بيننا وبين الأخوة الفلسطينية وتالت الأعراض مشتركة والآن طبعا نحنا السوريين أخذوا من الفلسطينيات والفلسطينات أخذوا من السوريين وطبعا في شيء هكي مشترك كمان في كتير شغلات مثلا الزي إذا تشوفي الزي الفلسطيني تطلع أنت مثلا على زي القرى تشوفي متقارب بالألوان الألوان الزاهية من أين إجت هاي الألوان من البيئة نحنا يعني مثلا بتشوف الخليج بيئات صحراوية لاحظ نحن هون بيئة خضرة بلاد الشام بشكل عام بيئة خضرة غناء فيها أنهار فيها خضرة فيها ورود فيها فبتشوفي أنت الثياب مزركشة مطرزة التزيين تبحى عن طريق الأزهار لتشتهر هذه المنطقة فيها وبالتالي نحن تاريخنا مشترك تراثنا مشترك إذا دعمنا التراث الفلسطيني معناتنا نحن دعمنا التراث السوري إذا دعمنا معناتنا التراث الأردني تعمل التراث اللبناني وبالتالي كمان حتى دفعنا نحن ما نضغن على الأطلال يعني نحن نحن نحكي على التراث نحن ما نضغن على الأطلال والله نقول كنا وكان لا لا نحن التراث عم نغذي لأنه نحن تراثنا قابل للتطوير يعني أنا سمعت هذه الأغنية الآن بالرتم السريع بالإيقاع السريع بالنغمات السريعة وبالتالي نحن تراثنا نحافظ عليه كما قلنا بالبداية كونه ملامح شخصيتنا وأيضا هو قابل للتطوير لأنه نحن لا نتغنى عن أطلاله ولا نتحجر عليها يعني نحكي عن عادة عن تقاليد عن أعراف مهمة لشعب صامد وثابت ومقاوم رغم كل التحديات أستاذ محمد خلينا نحكي عن أهمية التراث الفلسطيني الشفاهي وانتقاله من جيل لجيل طبعا كأعلان دوركم كبير أنتم بهذا الموضوع ككتاب الدور كبير أن يكون مثلا يوثق هذا التراث يعني بالأمم المتحدة الآن عم تثبت حاول الصهاية أن يثبتوا حقيتهم بهذه الأرض على زمان مثلا سيدنا سليمان عليه السلام وهيكل سليمان وإلى آخره لذلك نحن لابد أنه هذه الروايات وهذه التواريخ وهذه الأصالة لازم توثق وتكتب لازم تعد برامج يعني نحن في عنا برنامج مشهور على فكرة بثوا الأعلام السورية ومذكرات وطن لعب دور كبير على فكرة بإيضاح هذه الحقائق الشخصيات المقاومة اللي كانت موجودة مثلا بفلسطين الأماكن اللي كانت موجودة الروايات الأحداث هاي كلها يجب أن توثق الأغاني الأنغام الموسيقى كله هذا له دور على فكرة وهو لاعب أساسي بمقاومة نهج الاحتلال لأنه الاحتلال متما إلنا يعمل على أمر أنه محي محي هذه الشخصية نهائيا يعني أنا حقول شغلة مثلا هؤلاء مثلا الفلسطينيين الأخوة الفلسطينيين اللي الآن عم يقولون عم يحاولون يهجرون أو كذا هن أولاد هذه الأرض تاريخهم بهذه الأرض تراثهم بهذه الأرض بينما شوفي أنت الطرف الآخر هو الكيام الصهيوني على فكرة رئيس الوزراء الحالي الصهيوني الآن نتنياهو هو أول رئيس وزراء بيستلم منصب هو ولادة فلسطين لأب وأم أوكرانيين وليسوا من هذه الأرض بينما شوفي مثلا قادة المقاومة أبوهم وجدهم وأبو جدهم وجد جدهم من هذه الأرض ودائما التراث المتعلق بهذه الأرض هو المنتصر لأنه الفرع يلي هن يحاولون الآن يرع رعوب القوة الصهيوني ما له جزر مثلا نقول نحن الجذر على البلاب وهذا إلى زوال ودائما رغم كل الأحداث اللي شهدتها فلسطين من 48 لليوم يعني دائما نحن نقول على هذه الأرض ما يستحق الحياة واليوم يعني القضية الفلسطينية هي قضية وحدة وإن شاء الله لقاءاتنا الأخرى إن شاء الله تكون بالنصر بالنصر لتوسيق طوفان الأقصى إن شاء الله اللي أكيد إن شاء الله هكي رح نشهد هذا النصر بدماء الشهداء وأكيد منقول الرحمة لكل شهداء غزة وشفاء العاجل ليأجر حال نحن اليوم اليوم الثاني للهدن الإنسانية نتمنى بردا وسلاما على جميع أهلنا بفلسطينة ونحن كمان تعقبا على كلامك الجميل أنسي رشا بدي يوجه تحية طبعا لهؤلاء الشباب وبدي يوجه تحية لأهاليهم لأنه دائما الكيان السويني بكل معارك وعلى فكرة هو لا يستطيع أن يثبت أمام مقاومة ولكن هو بيقتل المدنيين بيدمر منشآت مدنية حتى تضغط على المقاومة وبدي يوجه تحية طبعا لبلدنا العظيم يلي أكتر أكتر ناس بيعرفوا دور سوريا بدعم المقاومة هن الصهاينة والدريب طربات اللي يوجهها الأراضي السورية وتحية كمان للشعب اليمني العظيم اللي بصراحة دخل بهذه المعركة وكان له دور كبير والشعب العراقي أيضا والتحية ختام التحية للرجال المقاومة الوطنية أكيد في لبنان يلي جعلوا فعلا الدم واحد والتاريخ واحد إن شاء الله حيكون النصر إن شاء الله بالنصر من الأستاذة محمد خير لبابيدي بحث بيئة تراث وخبير بيئة تنمية البشرية نشكر وجودك معنا لليوم أهلا وسهلا فيك شكرا هايدي شكرا رشا شكرا لإلك أستاذ